التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الكويت مع الشيخ صباح الخالد صباح رئيس الوزراء الكويتي بحضور وفدي البلدين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة معربا سيادته عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي فضلا عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد ومؤكدا سيادته لتطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت الشقيقة في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي خاصة في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية التي تموج بها المنطقة من جانبه رحب رئيس الوزراء الكويتي بالسيد الرئيس ضيفا عزيزا على الكويت مؤكدا عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا كما أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبول دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لا سيما في ظل قرب عقاد اللجنة المشتركة المصرية الكويتية حيث تم التوافق على أن تركز أعمال اللجنة في اجتماعاتها القادمة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين ترجمة نانسي قنقر